لأننا بنحب التاريخ جدا وبيستهوينا لأنه كمان بتقعد نستعيد في أحداثا مهمة النهاردة ماتت مارسيل نينو واحدة من اللي اتهموا في قضية شهيرة جدا اسمها قضية لفون في سنة 1954 1954 لما الثورة كانت بدأت تعمل علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكانت بدأ يبقى فيه مفاوضات مع الإنجليز كمان فإسرائيل قالت لما نعتدي على بعض المقار والمؤسسات الأمريكية والبريطانية بالإضافة للمصرية كمان عشان نفسد العلاقات بين حكومة الثورة وبين مجلس كرات الثورة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والقضية دي قضية شهيرة جدا حتى قدت إلى الإطاحة بوزير الدفاع الإسرائيلي بن حاس لفون في ضيحة سياسية عصفت بالحياة السياسية في إسرائيل 13 متهما زي ما انتوا شايفينهم من بينهم الست اللي ماتت النهاردة مارسيل نينو عندها 89 سنة ووقت القضية كان عندها 24 سنة كانت بنت صغيرة يهودية عايشة في مصر ودي صورتها وهي في المحاكمة والمحاكمة تحكم عليها ب15 سنة لكن هي خرجت في إطار مبادلة مع أسرى مصريين بعد ناكسة 67 استعدنا مجموعة من الأسرى وتم الإفراج عنهم الست دي كمان اتجوزت ساعة 75 وعندها 45 سنة وحضر الجواز بتاعها جلدة مقير ومشي ديان ووقتها الناس اندهشت هما ليه حضروا بدأت قصتها تطلع انهم يهتموا بيها لانها كانت جسوسة للموساد في قضية شهيرة كان اسماها الشهرة العملية نفسها عملية سوزانا لكن هي فضيحة لفون الشهيرة اللي قدت للإطاحة بوزير الدفاع الإسرائيلي زي ما قلتلكم وبدأ العنم يقول ازاي يحضر جلدة مقير وكمان مش ديان الزواجي بأكيد الست دي مهمة فبدأوا ينقبوا في حياتها وجابوا قصتها مع الموساد